شرط إكمال تحديث البيانات سيصبح عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وفق آخر التقديرات نحو 28 مليوناً بثبوت إضافة مواليد العامين 2004 و 2005 الذين سيدلون بأصواتهم لأول مرة حال مشاركتهم بالاقتراع المقرر في السادس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل تشير إحصائيات رسمية مصدرها مفوضية الانتخابات العراقية إلى تسليم مليون و 167 ألفا و 12 بطاقة انتخابية بايومترية في عموم المحافظات العراقية للفترة من أواخر آذار 2022 وحتى الثالث عشر من نيسان الحالي تصدرت خمس محافظات حجم البطاقات الموزعة كما يظهره هذا الجدول في العاصمة بغداد تحديداً في الرصافة وزعت المفوضية 110 ألاف و 567 بطاقة بايومترية أما في نينو التي نالت المرتبة الثانية حتى الثالث عشر من نيسان الجاري وزعت المفوضية فيها 99 ألفاً و 600 و بطاقتين اثنتين في السليمانية بالمرتبة الثالثة وزعت المفوضية 89 ألفاً و 983 بطاقة بايومترية في دوهوك التي نالت المرتبة الرابعة 85 ألفاً وتسعمائة و ثلاث بطاقات و في أربيل بالمرتبة الخامسة 78 ألفاً و 817 بطاقة بايومترية في المقابل تطلق تحذيرات من أن هناك أكثر من عشرة ملايين ناخب قد يحرمون من التصويت بالانتخابات القادمة ما لم يحدث بياناتهم وفق التعديل الثالث للقانون الانتخابي و بين هذه الأرقام تبقى حزمة من التساؤلات المطروحة قبل وعشية أي اقتراع في العراق كيف تعود الثقة للناخب العراقي ليتوجه الجميع نحو المراكز الانتخابية بعد أن شهدت الاقتراعات الماضية عزوفاً كبيراً وصلت نسبته إلى مقاطعة ثلاثة أربع من يحق لهم التصويت للعملية بأسرها وإلى جانب مخاوف تدني مستويات المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة يبدو أن القاعدة الأوسع وهي جمهور التيار الصدري ستغيب هي الأخرى ولا يعلم مصير مشاركتهم حتى الآن من عدمها ما يجعل مسار اقتراع العراقي معقداً أو قد يؤدي الأمر تابعاً لظروف معينة حتى إلى تأجيل الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر